بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة نعم قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عبادة إلا بالتوحيد ولا ندخل الجنة إلا موحد الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام دعو إلى التوحيد وحتى لا نقع في الشرك تكفير الحسنات تكفير السيئات تكفير السيئات ما هو سبحانه وتعالى التي أتنبع المجتمع من المجتمع الأول إذا كنت لا تعرفت هذه المعنى هو أنك كاذب في قولك أن امواحد ما هو السابقة الأول تكفير السيئات المجتمع الناحس إذا كنت لا تعرف الشرك يقول لأنك أكبر في الشرك الأكبر أنت لا تدري إذا أوجب الواجبات والواجبات والأول علم يبدأ به المسلم هو التوحيد والجميع المسلم هو الشرك earlier